السلام عليكم غزالة بدياليش خباركم لبس عليكم كنتمنى تكونوا كلكم باخير وعلى خير انتم ما كنتشوفو هالفيديو كيدا السيامكم كيدا النهار لول رمضان عندكم كنتمنى ربي تقبل منا ومنكم ان شاء الله ووصفة اليوم غتكون عبارة عن ملوي ناجح من اول تجريبة كنتمنى ان هذا الوصفتنا الاعجاب ديالكم فبالنسبة للمقادر اللي غدي نحتاجوا غدي نحتاجوا جز ليف دل الدقيق الابيض يكون نوعية جيدة وغدي نحتاجوا نص زلافة دل الدقيق الفينو اي سميد رقيق بالسف غدي نضيف لهم الملح كيبقى على حسب الطوق ديالكم وغدي نزيد واحد نص شي ديال خاميرات الحلويات ووزن ربعة جرام غدي نخلط كل شي مزيان وغدي نبدا نعجل العجينة ديالي بالمدافي يكون شوية بارد ما يكون سخون بالسف وعجينة ديالكم اللي بنات جمعوها تكون يعني ماشي قاسحة قاسحة بزاف ولكن تكون شوية قاسحة بحكم غدي نغطوها بفيلم أليمونتا ولا غدي ندروها في بلاستيكا يلا يعني كتدلك مزيان وكترتاح على خاطرها وكتاخد القوام صحيح ديالها يعني لا درتوها شوية خفيفة فمني غدي ندروها في البلاستيكا غدي نجري معكم وغدي نسمح لكم بزاف في الخدمة فغدي نجمع العجينة ديالي ما غدي ندلكها بزاف غدي غين نجمعها غدي نديرها في بلاستيكا ولا غدي نجمعها في المأليمونتا وغدي نخليها كترتاح واحد لعشرة دقيقة حتى الخمستاشر دقيقة غي تبالينا طاعة يعني نقصوها تبالينا ولا ترتبة صافي وبدو نخدموها إن شاء الله اشتركوا في القناة وبعد مرتاح لها العجينة كيف ما كتشوفوا غدي نحييذها بالفهم أليمونتا أنا ارتاح صراحة عجنتها قبل ومشيت شقة ديالي وخليتها ترتحت على خاطرها يعني ما فيهاش تخمر لدي الخبز فما تخافوش منها يعني ما غديش تخمر لكم نهائيا قدم مرتاح قدم ما كتعطي الطوع فغدي ندهنها بشوية ديال الزيت وغدي نشكل منها كورات والحجم ديالكورة يعني انتم مليك تحكموا فيه واش بغيتوا الملاوي ديالكم صغارين ولا كبارين غدي نشكل الكورات وغدي ندهنهم بالزيت وغدي نديرهم في بلاتو اللي يدهنتوا تواقبي بالزيت غدي نغطيهم بالبلاستيكانيت وغدي نخليهم يرتاحوا واحد الخمسة ديال تقيق حتى العشرة ديال تقيق ونعودوا تلاقوي ان شاء الله وغدي ندهن سطح العمال بالزيت اي بالزيت النباتية وغدي نبدأ نسرح العجينة ديالي يعني ما تكون شرقيقة بثاف يعني بين وبين رقوها غير شوية غدي نسرحها مزيان كيف ما كتشوفوا العجينة رهامطة وعورطبة يعني كتتخدم بالزربة ضغية غدي تخدموها ديال ملوين شاء الله أنا ما خداش ليه وقت كتير وغدي ندهن بالزبدة كيف ما كتشوفوا هنا خس عملت الزبدة ديال بواطة يعني لينا كان هزمنا غي بيدي وكان دهم يمكن لكم الدوبوها فوق البوطلة بغيتو وغدي نرش الفينو غدي نزيت شوية ديال زيت فقط غدي ناخد الموس ديال بيزا وغدي نقسم ديكل العجينة على ربع ديال الشرائط غدا نبدأ اللوي من القناة بجوج يعني باش مني نجيبهم الوسط يعطيني الشكل مزيان كيف ما كتشوفوا يعني ما تزيروش اللوية ديالكم يعني اللوي وغير اللوي بطريقة عشوائية مشي تزيروا اللوية ربز الزربة كيت وجدوا هاد الملاوين الصراح مصغرقوش مني حتى خمستاشر دقيقة في الوقت وكان ناخدو دوك الجناب لكيب قولينا وكان قرصوهم الداخل كيف ما كتشوفوا رات طريقة موضحة مزيان في الفيديو غدي نكمل كمية ديال الكورات كاملة اللي عندي ديال العجينة بنفس طريقة كنسرح كندهم بالزبدة كنرشوية ديال فينو كنقطع بالقطع ديال بيزا الشرائط وكان بدك نلويهم وهالطريقة رها الناجحة يعني المبتدئات غدي تنجح معهم ولو يعني يستعملوا هاد الملوي هادا اول مرة فغدي تنجح معهم 100% كنوا اكيدين غيجربوها على دامانتي تنتمنى انها تنهل اعجاب ديال شكرا 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 ارتاح الملوية في صباح ارتاح الملوية وضع الملوية ارتاح الملوية تغطيها في البلاتو ارتاح الملوية قبل الفطور الفطور كمية الثانية تحت الملمور خبز سخل المقلع نضيف الزيت نضيف الزيت تحمر نضيف الزيت سوف أخبرك حتى تحمره و يتنفخه كيف سوف تنفخه معي في الفيديو يعني راه الملاورة هم كي يجيون ناجحين غي يبدو يتنفخه معكم عرفوا باللي راه النتيجة راه ناجحة و العجين راه مزيانة كم قنقلبها على جوز جوية حتى تتحمر لي و تاخذ واحد لون ذهبي إلا بغيتو تحتفظو بهم في المجمد فما تطيبوهم شب السيف يعني خليوهم ما يتحمروش خليوهم ما يطيبو غير شوية و يتحسو بهم طابو سوف يخليوهم حتى يبردو جمعوهم في البلاستيك الخاصة بالمجمد و احتفظو بهم وقت ما بغيتوهم جبدوهم وكلوهم بصحة و الراحة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة